الوضع في الإسماعيلي صعب جداً صعب جداً ودي الألفاظ اللي ممكن تخفف من وطقة ما يحدث في الإسماعيلي عشان الألفاظ المناسبة أكثر من ذلك بكثير وضع صعب جداً إسماعيلي النهاردة متزايل جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الخسارة من منافس مباشر هو حرس الحدود في منطقة الهبوط حرس الحدود النهاردة بيفوز ويضع الإسماعيلي في زيل جدول الترتيب الإسماعيلي حالته حالة أنا قلت الكلام ده أكتر من مرة قلت الموسم اللي فات قلت الموسم اللي قابله والوضع كما هو تغير إدارة الإسماعيلي في وضع صعب تغير أجهزة فنية بالجملة الإسماعيلي في وضع صعب تجي من مدرب أجم النبي تمشي من مدرب مصري تجي من مدرب من الإسماعيلي تجي من مدرب من خارج الإسماعيلي الوضع صعب تمشي لعيبة تجيب لعيبة تعمل صفقات ما تعملش صفقات الوضع صعب صعب جداً وبصراحة شديدة وبصراحة شديدة تتحمل هذا الأمر أولاً وأخيراً إدارة نادي الإسماعيلي الحالية اللي استقالت النهاردة وإدارة نادي الإسماعيلي السابقة وإدارة نادي الإسماعيلي ما قبل السابقة كل من يعمل في إدارة نادي الإسماعيلي ما بيحبش الإسماعيلي زي ما بتحبه جامهي الإسماعيلي بصراحة أنا نهاردة قلت أتكلم بأمانة شديدة ورزقنا على الله ما هو اللي بيحصل في الإسماعيلي ده يتحملوا مؤكد إدارة الإسماعيلي ليه بقى؟ أنا مع كامل احترام لكل الأعضاء مع عنديش بيهم معرفة شخصية والمهانسي حيال كومي اللي أنا شخصياً كنت متوسم فيه خير لما هيتولى إدارة الإسماعيلي فما فيش أزمة يعني بس هو الوضع واضح واضح فيه الجهازة فنية بتتغير كل 3-4 مطشاط يعني أنت مدة صلاحيتك في الإسماعيلي 3-4 مطشاط كسبتهم هتكمل وغالباً مش هديكسبهم فما هي هتمشي 3-4 مطشاط وحتى لو كسبتهم وحتى لو أنقصت الإسماعيلي زي ما حصل الموسم اللي فات من الكابتن حمزة الجمل هتمشي طيب فريق إيه؟ اللي في العالم مش في مصر في العالم بيغير مدرب كل 3-4 مطشاط والمفروض يبقى حالته مستقرة فريق إيه؟ لما بيجي يعمل تدعمات يجيب مجرد أسماء مجرد أسماء من الزاكرة على سبيل المثال وليس الحصر صالح جمعة بكل مشاكله والخلفياته وقصصه وحكاياته أنت محتاج لعيبة تفوق الفرقة لعيبة عندها قلب وروح وحماس وعايزة تفوق الإسماعيلي فتروح تجيب صالح جمعة اللي الإسماعيلي غرامه ووقفه من كم يوم النهاردة في كلام كمان عن إقاف باسم مرسي بعد احتجاجه بالجمهور وعرضه للبيع أنت بتجيب إيه؟ أنت بتشتري مين؟ مين اللي بيختار اللعيبة دي؟ ما هو طبعا عشان مفيش مدير فني مستقر فالمدير الفني ما بيختارش حاجة يعني المدير الفني السابق يعني اللعيبة اللي جات دي مفيش مدير فني اختارهم ده مجلس الإدارة وربما لجنة كورة وربما كثير من وكلاء اللعبين هم اللي بيحدفوا اللعيبة دي للإسماعيلي اللي مفروض ينقذوا للإسماعيلي طيب ده من جانب مدرب مستفقات إدارتها بطريقة سيئة جدا مستحقات اللعبين المتأخرة كثيرا طول الوقت يعني النهاردة قريد تصريح لرئيس النادي بيقول إن ما فيش دعم للنادي وإنه النادي مديون وإن النادي عنده مشاكل مالية وإن الإدارة السابقة ثابت إن النادي مديون حضرتك تحملت المسئولية حضرتك نزلت انتخابات وأكيد ولازم تكون عارف إن الإسماعيلي عنده مديونات مديونيات وكده كده مصر كلها عارفة إن الإسماعيلي عنده مديونيات من المجلس السابق وعنده مشاكل مالية طيب أنا كرار أنا كريم كرار تنزل انتخابات لنادي سين وعارف إنه عنده مشاكل مالية معنى لنا نزلت يبقى أنا عندي حاجة من الاتنين يعندي حلول للمشاكل دي يعندي فلوس في جيبها هروح أصرفها وحل المشاكل دي لكن مش بعد ما اشتغل أقول لا الحاولي ده فيه مديونيات على النادي كان سبقى وفيه مشاكل مالية وفيه مأزمات أنت ما تعرفش ما كنتش تنزل مثلا يا فاللي هو والحد إمتى بصراحة يعني كل شوية نقول أصل الإسماعيلي عايز دعم أصل النادي الجماهير الفناني عايز دعم والنادي ده عايز دعم لا يا جماعة حضرتك إدارة إدارة نادي يعني جاية عشان تطلع موارد للنادي تتوفر موارد للنادي تخلق موارد جديدة للنادي تعرف تجيب فلوس للنادي تشتري وتبيع لعيب عشان تعرف توفر نفقاتك تعمل أي تفصيلة لكن لو أنا جاية دير نادي وما عنديش حلول لده بديل ليه مع كامل اللي احترام صدقوني الحمد لله يعني مش أنا اللي عندي أي مشاكل شخصية مع حد ولا عندي كصة أنا متكلم على وضع حالي بالعكس إدارة الإسماعيلي دي في يناير لما بتحاول تشتري لعيبة أي نعم مشتروش لعيبة جيدة أو يعني معظمهم مش جايدين بلاش مش جايدين مش مناسبين للفريق عشان نقولنا النما بيحاولوا يفوقوا الفرق بيحاولوا وما كنا منتقدنا فكرة رحيل كابتن حمزة الجمل لك وعليك بس للأسف اللي عليك أكتر اللي عليك أكيد هو اللي موصل للنادي إنه يبقى في المركز الأخير في الدوري انت متخيل الإسماعيلي الإسماعيلي في المركز الأخير في الدوري ويصارع الهبوط للموسم الثاني على التوالي يا جماعة دي مأساة ده مش طبيعي ده مش منطق الإسماعيلي اللي كان بيطلع نجوم الكرة المصرية الإسماعيلي اللي كان بيدي لكل الفرق في الدوري المصري كبيرة وصغيرة أعظم اللاعبين الإسماعيلي اللي كان بيدي أهم نجوم لمنتخم مصر الإسماعيلي اللي كان عنده أفضل مدربين في مصر الإسماعيلي الثالث الأهلي والزمالك في المنافسة على الدوري وكل البطولات الإسماعيلي الآن في المركز الأخير في الدوري الممتاز ولما تبقى في الدوري الأخير وتروح تستقيل وانت عندك سبع نقط من 12 مباراة سبع نقط من 12 مباراة 12 مباراة يعني 36 نقطة انت واخد منهم كامل 36 سبع نقط وخسران 29 نقطة انتصار واحد الإسماعيلي من 12 مباراة وتيجي تقول لي أنا مستقيل أنا من الظروف صعبة يا سلام يعني بعد ما الإسماعيلي لا أنا لما كان أنا لما كان إدارة النادي الإسماعيلي ولا كل الأحترام مني لا أتحمل المسؤولية إحنا مكملين وإحنا هننقذ الوضع ده وإحنا كان عندنا أقطاء واحد اتنين تلاتة هنصلح وهنلحق الإسماعيلي بس مش بعد ما تحطني في الآخر تقول لي سلام عليكم لا أستنى وتسيبني بقى أدور ومين هيي ومين هيعمل ومين هيلحق ومين هينقذ لا لا أنا بصراحة لا قادر أحمل جهاز فني ولا قادر أحمل لعبين مسؤولية اللي بيحصل للإسماعيلي جهاز فني بقالوا مباراتين تلاتة لعبين ما بياخدوش تقريبا مستحقتهم وضع حتى اختيارات اللعبين زي ما قلت لكم ما كانتش اختيارات جيدة فهي تحمل مين أنا بصراحة مش شايف غير إدارة يعني لو عندي مثلا مدرب بقالوا موسم بلاش بموسم بقالوا مثلا 12 مباراة من أول الموسم مثلا موجود مع النادي الإسماعيلي فأقدر أقول إيه لأ المدرب عنده مشكلة يا جماعة مشون مدرب وهاته مدرب غيره لك أنا هل مثلا أنا دلوقتي أطلع أقول أحمد حسين ميدو فشل مع نادي الإسماعيلي هو ليحق ده هو مطشين تلاتة منهم مطش الزمالك مش هتقدر يعني ما قدرش أقول مدرب في اللحظة دي ما قدرش أقول لعبين على فكرة الإسماعيلي عنده مجموعة لعبين جيدين يقدر يبني عليهم كتير ما يخلوهش على أقل في المركز ده يعني ممكن يحطوه في نص الجدول بس ما يبقاش في المركز ده لكن في أزمات في مشاكل جوه الفرقة اللي عايز يعدل عقده واللي عايز يمشي واللي عايز مستحقاته المتأخرة واللي عايز واللي عايز زمان كان اللعب اللي بيروح الإسماعيلي ده يقول لك آه أنا روحت الإسماعيلي يا بغتي وهناية يا ساعدي وفرحتي دلوقتي يخش الإسماعيلي يقول لك لا الحون يا جماعة عايز أخرج مش عشان الإسماعيلي اسمه صغير ولا جماهريته مش عظيمة إسماعيلي اسم كبير وجماهريه عظيمة بس الوضع الإداري في الأمور المالية والإدارية فيها مشاكل كثيرة أنا بقولي الكلام ده لمجلس إدارة الناجي الإسماعيلي إلا أنا في رأيي شايف إنه محتاج يتراجع عن الاستقالة على الآيال لحد نهاية الموسم ده وحل بنفسك أنت اللي عارف المشاكل حلها بنفسك وانقذ الإسماعيلي وبعد كده أقول لا لا أنا همشي بقى عشانا مش هقدر أكمل أو مش هقدر أدي للإسماعيلي أكتر من لديته بس ما تجيش دلوقتي وتقول إيه لا لا سلام عليكم يجي بقى واحد تاني أو يجي رئيس نادية أو يجي عضاء مجلس الدولة تانين يهبطوا بالفرقة وهم يشيلوا المسؤولية لا دهروب بصراحة تهربش تهربش من المسؤولية تحملها لسه الأمور فيها وبصراحة الإسماعيلي تحديدا أنا بكلم الإدارة والجهاز الفني واللعبين إسماعيلي عنده جماهير داعمة طول الوقت أنا ما شفتش جماهير تحملت زي ما جماهير الإسماعيلي دي تحملت فيه 3-4-5 سنين أخرى فأنت كده كده هتلاقيهم في ظهرك هتلاقيهم سندينة فأنت كده كده هتلاقيهم في ظهرك هتلاقيهم سندينك فمسك نفسك وقف على رجلك شوف مشاكلك شوف أخطائك حل بسرعة انقذ الإسماعيلي وبصراحة الكلمة تقيلة على الثاني انقذ الإسماعيلي يا سلام إزاي يعني الله يكون فعون جميع الإسماعيلي مرة أخرى إن شاء الله الأمور ينصلح حالها في الفترة القليلة القادمة شكرا للمشاهدة